وللحديث أكثر حول قانون التعليم المدرسي معنا في الستوديو جاسم بن محمد للوشي مدير الدائرة القانونية بوزارة التربية والتعليم أهلا بك أستاذ جاسم القانون أحال تفاصيل تنفيذ بنوده للائحة التنفيذية التي تصدرها وزارة التربية والتعليم متى ستصدر هذه اللائحة؟ في الحقيقة حدث المادة الثانية من مرسوم السلطاني رقم 31 على 2023 المتضمن إصدار قانون التعليم المدرسي حدث المادة الثانية أن اللائحة التنفيذية يصدرها وزارة التربية والتعليم لم يحدد مدة معينة ولكن الوزارة بشكل عاقل ستقوم بتشكيل اللقان اللازمة لصياغة هذه اللائحة وبلورتها بشكلها الذي يضمن تنفيذ القانون بشكل جيد طيب هناك حديث حول ساعات الحصص والفصول الدراسية لو توضح لنا أبرز ما تضمنه القانون في هذا الجانب بالنسبة للساعات الحصص الدراسية والفصول الدراسية وما أشيع في وسائل التواصل الاجتماعي حقيقة لم يتضمن القانون هذا الشيء وإنما تضمن فقط تضمنت المادة 16 على أن اللائحة هي التي سوف تبين نظام الدراسة في المدارس ومراحلها ومساراتها المختلفة أما بالنسبة لساعات الحصص والفصول الدراسية لم يتطرق لها القانون طيب القانون أورد جواز نقل الطالب المتفوق دراسيا يعني من مرحلة إلى أخرى في مرحلة التعليم الأساسي أو من فصل إلى آخر في مرحلة التعليم الأساسي نتحدث هنا عن اللهمية التي تكتسبها هذه المادة هو في الحقيقة هذه المادة هي المادة 28 من قانون التعليم المدرسي هي تكلمت عن أن الطالب المتفوق ينقل من صف إلى صف أعلى أو صفوف أعلى في مرحلة التعليم الأساسي في مرحلة التعليم الأساسي فقط وهذا الشيء طبعا شيء جيد ينص عليه القانون هو تشجيع للطالب المتفوق آلية المعايير سوف تترك للأحة التنفيذية للقانون طيب أورد القانون في أحد مواده أن التعليم مجاني ما التحديث الجديد في هذه المادة؟ هو في الحقيقة هذه المادة هي المادة 14 من القانون وهي المادة هذه تتناغم مع ما نص عليه النظام الأساسي للدولة في المادة 16 مبادئة ثقافية أن الدولة هي تكفل حق التعليم للمواطن كما يتناغم ذلك مع المادة 36 من قانون الطفل التي تقول بأن التعليم حق للطفل وهو تعليم مجاني فحقيقة هو مجرد تأكيد وإنما التعليم بصفة عامة التعليم يعني الحكومة والدولة تكفل التعليم المجاني للمواطن نعم طيب دان جاسم بن محمد البلوشي مدير الدائرة القانونية بوزارة التربية والتعليم شكرا جزيلا لك شكرا